مرحبا بكم جميعا اتمنى ان تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنكمل اللي احنا بتدينا فيه او سلسلة حلقتنا اللي احنا بتديناها مع بعض منتحدث فيها عن الالفابي فرنسي او الحروف الابجدية في اللغة الفرنسية معادنا النهاردة في الحلقة بتاعتنا النهاردة عن حرف واحد وحرف الاش حرف الاش حرف الاش لي كذا حالة ومحتاج شوية تركيز مننا بسيط يعني مش كتير عشان نفهم ايه الحكاية حرف الاش في الاول بنقول في الاساس من ضمن حالاته قول اكتر حالاته ان هو حرف مي ي يعني صامت لما بيجي في اول الكلمة في اغلب اوقات بيبقى صامت ده في الكلمات زي ما احنا عارفين ان الكلمات اللغات الاجنبية الفرنسية الانجليزية الالمانية الايطالية الاسبانية في الاساس كلها كانت جاية من اللغة اللاتينية وتفرعت عنها ومنبسقة منها او اليونانية بالنسبة للفرنساوي في بعض الحاجات من اللاتينية وفي بعض الحاجات من اليونانية طيب الكلمات بقى اللي معنا اللي بتبدأ بحرف الاش بنقول عليها اش مي ي يعني ما بسمعهاش في النطر ما بسمعهاش ما بسمع لهاش اي صوت وانا بانطق وانا بانطق الكلمة يعني مثلا ناخد الامثلة اللي معنا عشان اوضح لكم اكتر اول كلمة معنا معنا كلمة اسمها ا بي تا سمعت كلمة حرف اي اول حاجة سمعت حرف ال ا اكن الكلمة دي بتبتدي بحرف ال ا ا ا بي تا سمعت صوت ها مفيش يعني مثلا في الانجلش الكلمة مثلا زي كلمة هورس بتبتدي بحرف الاش بس مع صوت ها في حرفة في الاول قبل ال او في كلمة هورس لكن في الفرنسي ادي اول ا ا بي تا سيان انا ما بسماش ها مانا بسمع اول حرف عندي وانا بانطق كلمة بس مع صوت حرف ال-A نفسص الكلمة بتاعتنا كلمة habitation H-A-B-I-T-A-T-I-O-N يعني habitation يعني masken habitation يعني masken الكلمة التانية اللي معناها كلمة أم 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 يعني رجل برضو أول صوت سمعته في النطق لما بنتق الكلمة دي حرف بسمع الصوت حرف ال-O ال-H مش موجودة هموجودة كتابة للك النطقا مش موجودة هفصص برضو كلمة أم عش O أم أم تانية أول اسمها دبلة أم H-O-M أم 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 كلمة أم يعني رجل طب شوف المثال اللي بعده عندي E-B-U 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 يعني البومة E-B-U نفصص كلمة البومة عندنا H-I-B-U E-B-U طيب ناخد كلمة كمان Histoire Histoire يعني تاريخ أو قصة كلمة Histoire تطلق معناها يعني قصة أو مادة التاريخ تاريخ طيب Histoire برضو أول حرف سمعته أنا بنت حرف ال-I نفصص كلمة Histoire مع بعض H-I-S-T-O-I-R-E Histoire طيب الكلمة اللي بعدها E-R E-R يعني سعيد مصرور فرحان دي كلمة E-R H برضو هللاحظ وأنا بنت أن أول صوت سمعته سمعت صوت حرف ال-I ال-E ما سمعتش H لما حبينا نفصص كلمة E-R مع بعض هنكتب H-E-U-R-E-U-U-X وناخد بالنا أن الكلمات اللي بتنتهي في اللغة الفرنسية بحرف ال-X ممكن ال-X دي أكتبها S-C يعني E-R يعني مصرور مصرور فرحان سعيد طب البنية يعني يعني إذا ما نحب نجيب المؤنس من الكلمة هنقول غز غز ال-X دي أو ال-S سي هتتحول ل-S أ كده كلمة بقت معنس طيب مثال اللي عندي اللي بعديه كلمة U ميد U يعني مبلل U ميد فين صوت ال-X برضو مش موجود أول حاجة بسمحها الصوت حرف U U ميد نفسص كلمتنا مع بعض U M E D U U ميد بنقول إيه بقى إن هنا حرف ال-X في الحالات دي وفي أغلب الكلمات اللي بتبدأ بحرف ال-X بيكون ال-X اسمه Mui طب إيه حكايت برضو مي عاوزين توضيح أكتر شرح أكتر لما هنضعمك أكتر في اللغة الفرنسية هنعرف إن فيه حاجة سماعة أدوات أدام أدوات من بعض الأدوات لتعريف الكلمة في اللغة الفرنسية إن الكلمة تبقى كلمة معرفة مش كلمة نكرة الأدوات لديفيني دولة عبارة عن كلمة أربع كلمات كلمة اسمها ل في كلمة تانية اسمها لا في كلمة تالتة اسمها لي في كلمة رابعة اسمها الأباستراف ل لا لي الأباستراف هو أنا مش هدها لكم بالتفصيل دولوقتي لما نبقى ندخل في الكرامير بتاع الفرنسي هنبقى نعرف أكتر يعني أختيك لديفيني يعني ل لا لي الأباستراف إيه حكايتهم إحنا هنا هنقول بس بسرعة بس هنركز شوية مع الأباستراف عشان ليه علاقة بحرف الأشمي بتاع ل الأداء التعريف دي ل بتسبق أو بتتحط قدام الإسم أو الكلمة اللي عاوزين نخليها كلمة معرفة مش ناكرة تكون كلمة مفرد مذكر في اللغة الفرنسية ياريت وإحنا بنتعامل مع اللغة الفرنسية ننسى العربي يعني إيه ننسى العربي يعني ما نحكمش على الكلمة دي في اللغة الفرنسية إنها مذكر أو مؤنس بلغتنا العربية لأن فيه كلمات كتيرة جدا في اللغة العربية هي كلمة مذكرة لما أجي أشوف معناها باللغة الفرنسية هلا إنها كلمة مؤنسة يعني مثلا كلمة الباب كلمة مفرد مذكر في اللغة العربية أما كلمة الباب في اللغة الفرنسية بخت دي كلمة مؤنسة ما قدرش أقول لبارت غلط هقول إيه لا بخت لا بقى دي أداية التعريف اللي بتتحط قدام الاسم أو الكلمة المفرد المؤنس عشان تخليها كلمة معرفة مع ملاحظة إن ل و لا لما بيسبقوا الكلمة اللي هي المفردة اللي عاوزين نعرفها سواء لو هي كلمة مفرد مذكر أو مفرد مؤنس تكون بتبدأ بحرف ساكن مش حرف من الحروف المتحركة مش حرف من الحروف الفيال طيب ليه بتسبق الكلمة المذكر أو المؤنس الجمع سواء بتبتد بحرف متحرك أو بتبدأ بحرف ساكن معهم لحظة حاجة مهمة جدا إن اللغة الفرنسية ما فيهاش مسنة الأكتر من واحد في اللغة الفرنسية تبقى جمعة على طول زي الإنجليش يعني في العرب فيه مفرد مذكر مفرد مؤنس مسنة مذكر 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 مؤنس جمع مذكر جمع مؤنس لا الفرنسية ما أزيد من واحد بقى جمع على طول الأباستراف بقى اللي تعانينا في ده كله حاليا لغاية لما نبقى نوصل لدروس الجرامير مع بعض الأباستراف دي بتيجي قدام الكلمات اللي بتبدأ بأش مو يي كلمات اللي أساسها لاتيني أو يوناني بقت في اللغة الفرنسية ونحط الأباستراف بغض النصر إذا كانت الكلمة دي مفرد مؤنس أو مفرد مذكر يعني عندنا أبيتاشن دي كلمة مفرد مؤنس أم دي كلمة مفرد مذكر إبو مفرد مذكر استوار مفرد مؤنس فبغض النظر الكلمة مفرد مذكر أو مفرد مؤنس بتيجي قدام الأباستراف فبنطق إزاي يعني مثلا كلمة زي كلمة إي بو اللي هي البومة هحط إي بو بتاعتنا أهي اللي هي البومة هحط الأباستراف أقول إي لي بو العش مش موجودة وصلت الأباستراف على إي على طول بقيت لي بو قصة ليستوار على طول فدي حكاية الأش مي طيب في حاجة تانية بقى اسمع أش أسبيري أش أسبيري الأش أسبيري الأش أسبيري دي بتيجي يكون بعديها أول حرف بعد حرف الأش حرف الأ حرف الأ ما هذا كلمة زي كلمة أبيتاسيون أو أي كلمة شبه كلمة أبيتاسيون في أبيتا كلمة تقف لغاية هنا أو أبي كلمة تقف لغاية هنا عندنا كلمة زي كلمة أريكو كلمة أريكو أريكو يعني يعني فاصوليا الفاصوليا فهنا نقول إيه أغيكو هنفصص كلمتنا مع بعض أش أ أ ر إ س أو ت قلنا أريكو يعني الفاصوليا لما هاجي بقى أحط أداد تعريف هحط ل مش أحط على بصرف مش أقول لاريكو مش أقول لاريكو لا أقول لاريكو فاصوليا أقول لاريكو لاريكو خلاص نفصص كلمتنا فصصناها طيب تمام يبقى لاريكو الفاصوليا برضو أنا مسسمع صوت حرف الأش أنا سمعت ل بعدين أريكو لاريكو طيب كلمة اللي معانا المثال التاني لا هوتغ الارتفاع الارتفاع لا هوتغ الارتفاع هنفسص كلمتنا برضو ها او ت او او اغ هنا بنقول ان الاش دي عسبيري يعني اش عسبيري يعني زي ما كنت اتشفطت اتشفطت وراح قدرنا ان احنا نقول لا اتر يا دي حاجة من الحاجات اللي ممكن هتحسوا فيها بشعوبة في الاول بس كل ما هندخل في اللغة وكل ما هتسمعوا كلمات كل ما هتعودوا بقى ان انتوا تعملوا جمل ناخد دروس جغماغ مع بعض الدنيا هتبقى اسهل بكتير طب هل كده خلص حرف الاش بتاعنا لا لسه اه خدنا اش مي خدنا اش اس بي لسه بي حاجات تانية تخص حرف الاش عندنا لو الاش كلمة اللي بتبتدي بحرف الاش ده غيجين انجليز يعني الكلمة اساسا انجليزية وملهاش مثيل او ما يقابلها في اللغة الفرنسية زي كلمة ايه هاند بول طبعا كلنا عارفنا وعارفين معانيها ومش محتاجين ان انا فصصها على الموظم انتوا عارفين كلمة هاند بول بتكتب ازاي اللي هي لعبة كورتلياد هاند بول الكلمة دي ملهاش ترجمة في اللغة الفرنسية احنا واخدناها من اللغة الانجليزية زي ما هي فبما ان هي كلمة مش فرنسية الاصل ولا منبسقة عن اللغة اللاتينية او اللغة اليونانية فاحنا بناخدها زي ما اهل البلد بنطقوها واحنا بننطقها هاند بول بسمع ها ها سمعت دلوقتي صوت الايه حرف الاش بتاعنا هاند بول ها فصصها لكم برضو اش ا ان دي ب ا ال ال دوبل ال طيب خلصنا من حرف الاش لسه في بقى لو الكلمة اساسها يوناني اوغيجين جراك ايه اللي بيحصل بقى بيحصل كذا حاجة انا حرف الاش مش جاي الوحده جاي معاه لو تفتكروا حرف الس س اش س اش طب ويه الحكاية هل هنطقوا هنا فاكرين لما قلت الس اش لما بتيجي في اول الكلمة لما كنا بنتكلم عن حرف الس قلت بانطق ساعتها ش لكنه شين لا هنا بقى الس اش لما جات في نص الكلمة بانطق حرف لكنه الك يعني اكدني بانطق حرف كيف طب نقرأ مع بعض الكلمات دي ونقول ايه دول اصلا بقول ار كيو لوج ار كيو لوج يعني ار كيو لوج يعني عالم اصار ار كيو لوج يعني الس اش دي تحولت اتكني بانطق لها حرف الكيف نفصص مع بعض كلمة ار كيو لوج ا ار س اش ا ال اكسون ايجي بتايتنا ا ال ا ج u ا ار كيو لوج فنركز مع بعض كلمة لما يكون بتبتدي بحرف س جنبي عش بانطق ش ما بانطقش لا س ولا ه ولا بانطق ش لما الكلمة بيكون في نصها في نص حرفها في الوسط في حرف س اش لازقين في بعض مفيش حاجة تفصل ما بينهم بانطق ار كيو لوج تيكنيك تيكنيك منستخدمها خلص كلمة بقت عندنا في اللغة العامية بتاعتنا تيكنيك التيكنيك اللي بأس يعني بعمل به هزا الشي تيكنيك بتكتب ازاي تيكنيك أركستر 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 يقضل الوركستر الوركستر نسيقين يبقى الكلمات اللي بيجي في النص في نص الكلمة حرف الس والأش مع بعض بانطق صوت الكاف أو الكا وكلمات دي بتبقى في الأغلب العام أساسها كلمات يونانية أساسها في الغالب كلمات يونانية طب كده خلصنا مع بعض حرف الأش؟ لا لسه آخر حاجة مع حرف الأش نفتكر تاني مع بعض لما قلنا سي أش قد بقت أش سي أو سي أش بنقول إيه؟ إن بنطق شين عندنا هنا كلمة شيك شيك بني أدم شيك إنسان شيك اللي هي شيك كلمة فرانسي أساسا على الفكرة الشيك اللي احنا بنقولها اللي عمليها بتاعتنا دي إن ده إنسان لبس شيك لبسه شيك سي أش يي سي طيب كلمة البعضيات شاغ شاغ يعني عزيزي شيك يعني عزيزي أو حاجة يعني شيك عزيز لإن هي دي المذكر بتاح المؤنس بتاحها بزود أ في الآخر وبحط هنا أكسان جراف على الأوتي فدي شاغ يعني عزيزي فلان شاغ عمي صديقي العزيز فشاغ يعني عزيز سي أش أغ شاغ عمي صديقي عزيز شخص عزيز حاجة غالية يعني ممكن نقول على حاجة إنها غالية فهنقول شاغ هنا بقى جات السي أش فين في قبل آخر يعني في أواخر الكلمة مش في الأول مستش مستش يعني شرب مستش يعني شنب هنفسص برضو أما أو أو أس تي آ سي أش أو مستش آخر كلمة معنا شك يعني كل طبعا هي ما بيجيش كده الكلمة الوحدة يعني بعد كده لما تكون الجمل مع بعض شك يعني كل كل شيء كل حاجة فشك سي أش أكو ويبكده ده آخر حاجة كانت تخص حرف الأش معنا يبقى الأش قولنا إن الأش بتبقى لإما أش بيو يي لا ما بنطقهاش خالص بتفرق إيه عنها وعن الأش أس بي غي اللي احنا تكلمنا عنها بتفرق في بس لما باجي أحط قدامها أداة التعريف بتاعتها الأختيكل دي فيني إن أنا أحول الكلمة اللي بتبتدي بحرف الأش من كلمة نكرة لكلمة معرفة فلو الكلمة دي بتبتدي بحرف أش مو ييه هحط زي ما احنا قلنا نرجع مع بعض زي ما قلنا إن أنا بحط الأباستروف بحط الأباستروف بعرف الكلمة بالأباستروف أما لو الأش دي أس بي غي برضو ما بنطقش الأش بتاعتي بس بحط ل أو لا كاملين من غير الأباستروف وبرضو ما بنطقش الأش ده الفرق بين أش أس بي غي وأش مو يي طيب إيه كمان خدنا مع بعض النهاردة يخص حرف الأش بتاعنا خدنا لو الكلمة بتاعتنا أو الكلمات اللي عندنا وبتبدأ بحرف الأش كانت أساسها إنجليزي يعني الليها جاية من اللاتيني ولا من اليوناني زي كلمة الهاند بول فإحنا واخدنها زي ما هي من غير أي تغيير عليها فبننطقها بنطق بلدها هاند بول بانطق حرف الأش طيب لو الكلمة دي كانت في الأساس كلمة يونانية وجي الأش بقى في النص بس مش جاي الوحده جاي مع مين حرف الس فهنا مش هنطق الش لأنها مش في أول الجملة مش في أول الكلمة قصدي فالس أش دي مش جاي في أول الكلمة دي جاي في نص الكلمة فهنطقها ك كل الكلمات اللي هتقابلنا أو ممكن تقابلكوا في أي وقت فيها حرف الس والأش في نص الكلمة بنطق الس أش دي على بعد بنطق ك لا بنطق س ولا بنطق أش ولا ما بنطقش غير ك وآخر حاجة معنا لما بيكون الأش والس مع بعض زي ما احنا عارفين بنقول ش بس لما بنكون فين بنكون الس أش دي في أول الكلمة أو في آخر احنا هنعتبر أن الأو مش موجودة لأن أزل الأو أنا أسفة اللي في آخر كلمة مستعش مثلا مش موجودة لأن أنا ما بنطقهاش أو يعني ما بتكش في النقط عليها ما بقولش مستعش يعني بنعمل كده لما بنكون مثلا بندرس لأولاد في أول ابتدائي أو في الجغدين اللي هي الحضانة فعشان بس يبقوا عارفين إن الكلمة يكتبوها صح فبنضطر إن احنا إيه نتك على آخر حرف شوية في النقط لكن في العموم كفرانسيوي نقط كويس ما بنطقش آخر حرف في الأغلب يعني بقول مستعش مش بقول مستعش فعشان كده جيت السي أش في آخر الكلمة كده تعتبر في آخر الكلمة فاتنطقتش ما تنطقتش ك لأنها مش في نص الكلمة ما جاش بعدها ثلاثة أربع حروف زي الكلمات اللي احنا شفناهم هنا أركيولوج ولا تكنيك ولا أركست يعني كل الكلمة من دول بعدها خمس ست حروف كمان فاتنطقت أركيولوج خلاص أرجو إن انتوا تكونوا استفدتوا كل المعلومات تكون واضحة بالنسبة لكم وأشكركم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر